بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اليوم بفضل الله عز وجل سنستعرض بعض من إعدادات التليجرام بعدما حملنا التليجرام من متجر سوق بلاي وأدخلنا رقم الهاتف وسجلنا حساب في التليجرام ندخل إلى إعداداته مجلد وسائل تم فتح المجلد تليجرام تليجرام الآن بعدما قلنا بعدما تسجل حساب في التليجرام ندخل إلى الإعدادات حتى نستعرض بعض من إعدادات التليجرام أنا لن أطير في هذا الشرح سأستعرض البعض منها وهذه سلسلة بفضل الله عز وجل سنستعرض أهم إعدادات التليجرام هذه فتح قائمة تنقل في أعلى يسار الشاشة تفتحنا الإعدادات نسحب هذا إسم حسابي إظهار الحسابات إظهار الحسابات هذه لما نضغط عليها يقول لك إخفاء الحسابات إخفاء الحسابات نهدا هنا إظهار الحسابات حتى يظهرنا بعض من الإعدادات مجموعة جديدة محادثة سر جديدة قناة جديدة نضغط على إظهار الحسابات تولي إضافة حساب مجموعة جديدة محادثة سر جديدة نعم زادلنا إضافة حساب إضافة حساب الحجة الجزائ accur إضافة حساب إخفاء الحسابات زر نديره إظهار الحسابات إظهار الحسابات المهم نستعرض الإعدادات التي وجدناها المرة الأولى مجموعة جديدة مجموعة جديدة نستعرض كيفية إنشاء مجموعة جديدة على بركة الله نسحب إضافة أشخاص ثلاثة نقطة مربعة عديل سوفيان فاجدة آخر ذهو أبراهيم السيد آخر ذهو أحمد عبد الوهاب العراق آخر ذهو سوفيان فاجدة نديره مثلا سوفيان هذا هنا عدنا في الأسفن سنضيف عضو حتى نفتح به المجموعة للتجربة لأكثر عدنا هنا في أسفل يصار الشاشة عدنا التالي هنا يعطينا الإسم إسم للمجموعة مربعة عديل إسم للمجموعة نديره مثلا تقنية نون تا قاف نون نون با يا تا مربوطة تا مربعة عديل على سبيل المثال تقنية عدنا عضو واحد لحظة تقنية مربعة عديل تقنية إسم القناة نسحب هذا الزر مش مصنف هذا يعطينا نضيف صورة للمجموعة عضو واحد عضو واحد سوفيان فاجدة آخر ذهو تم نديره تم الآن أنشئت معنا المجموعة ولكن كين نوعين من المجموعات فيه مجموعة خاصة خاصة معنا ما يراها حتى أحد وتستطيع إلا أن تدخل الأشخاص أو تعطيهم الرابط حتى يدخلوا للمجموعة هذه أما المجموعة العامة هو يبحث عليها أي شخص في تيليجرام يكتب في البحث يستطيع أن يبحث الاسم هذا ويدخل للمجموعة والمجموعة هي تحتوي على أكثر من حوالي 100 ألف مشترك هذا ما ستطلعطوا عليه من متابعتي لأخبار تيليجرام أنه في حوالي 100 ألف مشترك في قنوات التيليجرام ألمهم إنشأنا قناة خاصة سنحولها إلى قناة عامة حتى يستطيع أي شخص يدخلها الآن نسحب الرسالة مربعة إرفع قمت بإنشاء العودة للخلف تقنية عضوان تقنية عضوان نضغط على اسم هذا يعطينا الآن نسحب حتى لكلمة تعديل تعديل ندخل إلى التعديل صورة قالك اختر صورة الوصف اختياري ندير ووصف قصير ولا شي من هذا حتى نزر بما هم لحب يدير وصف يدير نوع المجموعة خاصة نحن نوع المجموعة خاصة ندخل هذا الخيار زر بدون تصنيف هذه معناها كنكمل في الأخير نضغط على الزر هذا بدون تصنيف حتى هذا زر معناه تم هذا زر تم نوع المجموعة نوع المجموعة زر اختريار مجموعة خاصة يمكن الانضمام للمجموعات الخاصة فقط في حال تمت دعوتك أو بواسطة رابط دعوة تم التحديد نعم هذه كما سمعته الآن قال لك معناها المجموعة الخاصة انت تعطي الرابط للأشخاص يخشوا أو تدخلهم انت بنفسك زر اختريار مجموعة عامة يمكن العثور على المجموعات العامة عبر البحث سيكون محتوى المجموعة متاحا للجميع ويمكن لأي شخص الانضمام إليها لم يتم التحديد نعطيه تم التحديد تم التحديد مجموعة عامة رابط دائم رابط دائم مربع تعديل غير مفعل هذا الخيار غير مفعل الرابط مربع تعديل الرابط نعطيه رابط الرابط فيه شغل معنا هذا اسم للمجموعة هذا الاسم اللي يكتبوه في مربع الكتابة في البحث يجدون به المجموعة هذه اللي باش تنشئها احنا نعطيه مثلا هو الاسم ليكونش باللغة العربية وما يكونش فيه المسافات يكون باللغة الفرنسية او الإنجليزية ويكون بالشرطات الصفلية والرموز احنا نكتب اسم مثلا الاسم لما تكتبوه قد يكون ما يعطيكش باش تنشئ رابط يقول لك مثلا الاسم غير متاح او الاسم محجوز او الاسم غير مقبول أبغى احاول او غير الحروف حتى يعطيك رابط هذا الاسم محجوز قال ادج مربع تعديل جار التعديل نجدو مثلا حرف اف اف في في ك ك زدت لتحرف مثلا ادج مربع ادج متاح متاح الان قال لي متاح نديرو اذا قمت بتعيين رابط عام دائم للمجموعة فسيتمكن الآخرون من العثور عليها والانضمام إليها عبره يمكنك استخدام الأحرف الإنجليزية والشرطات الصفلية الحد الأدنى هو خمس خانات نعم اعدادات المجموعة العودة للخزر بدون تصنيف زر بدون تصنيف كما قلنا هذا هو زر تم نعطيه تم الآن صارت مجموعة عامة نعم صارت مجموعة عامة متاحة لأي شخص في ديليجرام البحث ويدخل إلى المجموعة عبر البحث أو عبر الرابط العودة للخلف تم زر لحظة العودة تم زر تم الرموز التعبير تم زر تم الآن جعلنا القناة من خاصة إلى عامة مزيد من الخيار أصفر الشخصية معلومات تيب وامل أدرج فيك رابط الدعوة رابط الدعوة هذا نضغط عليه مثلا نحن يعطينا الوسائل اللي باش نحولولها احنا الرابط من بينها الواتساب الفيسبوك كذا وكذا تيليجرام التقني المهم واتصاب تكنولوج المهم نخرج من هذا الخيار نسحب قليلا الإشعارات مفعلة الإشعارات الإشعارات مفتاح تحويل تم التحديد مفعلة إضافة عضو إضافة عضو هذه ندخل الله يعطيك لمعنىها يفتح لك جهة الاتصال أنت عقبش تضيف عضو لهذه المجموعة المالك الحج الجزائري متصل المالك معنىها اسمك سوفيان فاجدة آخر ظهور نعم هذا الأعضاء أعطينا اسم للم فاجدة آخر ظهور يوم أمس عند المهم الآن رانا تمت إعدادات الغرار إن شاء الله يكون شرح واضح ومفصل ونلتقي إن شاء الله في استكمال إعدادات التليجرام في دروسنا اللحي يحييكم السلام عليكم